الزمالك جالوا خمسة وخمسين مليون جنيه حصل عليهم اتحاد الكرة من مدينية النادي اللي كانت تبلغ ستين مليون جنيه ده بناء على بروتوكول الموقع بين اتحاد الكرة والزمالك في عهد المجلس السابق ينص على تحصيل الاتحاد لمستحقاته من اي مبالغ مالية تصل الزمالك على الحساب البنكي الخاص بالاتحاد الكرة الزمالك وصله مستحقاته نظير المشاركة في البطولة العربية ودورة ابطال افريقيا في النسخة الاخيرة والتحاد الكرة اول ما الفلوس جات خده خده من الواحق ويعني لما كان خمسة وخمسين مليون جنيه عشان اتحاد الكرة يحل شوية من مشاكله المالية والزمالك واصل ازماته المالية مسؤوله نادي الزمالك ابلغه اللاعبين بصرف خمسين في المية من مستحقتهم المالية قبل الصفر الى تنزانيا لمواجهة ارتاسولار الجيبوتي بزهاب دول 32 ببطولة الكون فيدرالية الافريقية الفريق هيسافر ان شاء الله يوم الاربع الجايسة على ده المباراة يوم 16 سبتمبر الجاري جاري حلو حلو جدا عشان الامور تهدأ لعبين يا جماعة دور حقهم حقهم وتعبهم واكتهدهم وفلوس عن الموسم الماضي ومقدمات عن الموسم الحالي وازمات كبيرة من الناس بلاعبين بس الواحق برضه دايما بيقدر الوضع اللي فيه لاجنة الكرة في نادي الزمالك في الفترة الحالية كل الكل يعاني كل يعاني فيش حد تحسه دلوقتي من اللي موجودين دلوقتي غلطا في شيء لاجنة دارة نادي الزمالك ايضا اسنانة مهمة رئاسة بعثة الفريق في تنزانيا لمواجهة أرطا سولار للكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة التوفير للكابتن عبدالواحد السيد وايضا مصدر بنادي الزمالك قال لنا ان اخوان كارلوس سوريو المدير الفني دي الفريق طلب نقل رسالة لإدارة النادي طلب نقل رسالة رسالة مهمة لإدارة النادي ايه بقى مضمون الرسالة دي أجماعة هو ده أسوريو يعني للمجلس محدش حاسبني على نتائج الفريق طالما الأمور المالية مش مستقرة وما ان فيه كفكت كمان فالأمور بقت صعبة أكتر عشان ما فيش صفقات قال أو طلب يعني انه يكون فيه إعادة لتقييم الأمور في النادي مع انتزام الأوضاع داخل النادي بعد الانتخابات هو الراجل من الآخر يعني ما ينفعش تحاسبوني وليه ما تاخدش فلوسها وانه ما فيش صفقات جديدة وانه فيه إيقاف كيد يعني ما ينفعش هو طبعا هيشتغل هو أكيد ما يعني مش بيقولهم انه هو مش هشتغل بس فيه نواقص كتير هو حاب الأمور دي تتحل تحديدا بالمناسبة المشكلة عند أسوريو هو ده اللي بلغها لكل الناس في نادي الزمالك قبل ما تبقى مستحقاته قبل ما تبقى الصفقات الجديدة انه عايز اللعيبة بتاعته تكون بتاخد فلوسها الأمور المالية محلولة عشان يعرف يديهم تعليمات ويبقوا مركزين معاه هذه مشكلة أسوريو الأكبر في نادي الزمالك في الوقت الحالي أسوريو أيضا مدارب الفريق بيرفض فكرة المجاسفة بحمد فتوح زي الأيسل الفريق ودفع به في مباراة أرتا سودار قبل شفاءه تماما تماما من إصابته فيه عضلات البطن اللي اتعرض لها في معسكر منتخبنا الوطني وأسوريو اشترط شفاء اللعب بشكل كامل حتى يعتمد عليه في المباراة ماشي منطقي وكلام محترم جدا